المحطة الصفر يصوت فيها أعضاء وموظفات دائرة الانتخابية فقط يبدأ تصويتهم قبيل شروع عامة الناخبين في الاقتراع هذه المحطة عادت إلى الواجهة قبيل الانتخابات المرتقبة تحاول هذه المفوضية أن تنقل رسالة لدول العالم بأن هذه المفوضية قد شكلت وأسست وانشأت ليس وفق المحاصصة الطائفية أو الأرقية أو الحزبية وجود هذه المحطة يحرج استقلال المفوضية والسبب أن التصويت خلال الانتخابات السابقة كان يذهب إلى جهة سياسية بعينها وقد كشفت المفوضية بدقة متناهية التوجهات الحزبية لبعض موظفيها ما دفعها إلى إلغاء تلك المحطة في الانتخابات المرتقبة فيما يلقادم قرار مسلم فوضين بإلغاء المحطة الصفر جاء نتيجة لتلافي بعض الإشكالات التي قد تحدث وأيضا بغية تقليص بعض المحطات الانتخابية مراقبو الانتخابات سجلوا عمليات نقل واسعة داخل المفوضية طالت طواقمها من مدراء وموظفين ينقلون بين المحافظة والأقضية التابعة لها وبين الأقضية والنواحي لمنع الولاءات الحزبية بفضل أجهزة ألكترونية تمنع التزوير على حد قول المفوضية الكتل السياسية المتخوفة من التصويت الألكتروني انقسمت بين مرحبة وناقدة لإجراءات مفوضية الانتخابات من العاصمة العراقية بغداد ماجد حميد العربية